على صعيد متصل استنكرت الكنيسة الكلدانية الإساءة إلى الأديان وكافة أشكال العنف باسم الدين وجاء في البيان الموقع من البطريارك الكلداني الكاردينال لويس رفائيل ساكو أن الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم تدين كل أشكال الإساءة إلى الأديان والمس بالمعتقدات الدينية تحت أي ذريعة كانت وأضاف كلنا رجاء أن تبقى الأديان مصدر بركة ومحبة وسلام بين الناس وليس مصدراً للأصولية وبث الكراهية والعنف والإقصاء وأعرب البطريارك الكلداني عن ثقته من حكمة المرجعيات الدينية في مواجهة التحديات التي تهدد العيش المشتركة بين الشعوب